في دمشق حيث اشتبكت قواتنا الباسلة مع مجموعات ارهابية في محيط الجامع الكبير و الى الشرق من بناء المعلمين في حي جوبر بريف دمشق و اوقعت في صفوفهم قتلى و مصابين من بينهم موفق دلال و عيسى صافي كما ابطلت عناصر الهندسة مفعول اربع بوات ناسفة زرعها ارهابيون الى الجنوب من كراجي البولمن معدى للتفجير عن بعد الى ذلك اردت قواتنا الباسلة افراد مجموعة ارهابية قتلى و مصابين في حي الطاحون بمنطقة برزة من بينهم عبدالرحمن الهبول متزاعم ما يسمى سرية زيد بن حارثة والارهابي زياد الصغير و ادمرت توكرا للارهابيين في مزارع العالية بالغوطة الشرقية و اوقعت مجموعة ارهابية بين قتيل و مصاب من بينهم انس عمورة و باسم الضيعة كما قضت على مجموعة ارهابية من ستة ارهابيين حاول الاعتداء على الاهالي و ممتلكاتهم الى الشمال الشرقي من دومة و صادرت ما بحوزتهم من اسلحة في زملكة سقط عدد من الارهابيين بين قتيل و مصاب اثناء محاولتهم اطلاق قذائف هاو على البلدة و في حمص انفجرت سيارة مفخخة بالعبوات ناسفة ظهر امس في حي الوعر المكتظ بالمدنيين و حالت العناية الالهية دون كارثة انسانية جديدة و انفجر قسم من العبوات المفخخة في السيارة ما ادى لاضرار مادية بالمكان تكسير في واجهات المحلات والابنية واضرار طفيفة في السيارات القريبة بينما سارعت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري لتفكيك العبوات المتبقية و نبقى في حمص حيث استهدفت قواتنا الباسل تجمعات و اوكار الارهابين في قرى و بلدات ريف حمص و اوقعت في صفوفهم خسائر كبيرة حيث دمرت تجمعات الارهابيين في القرابيس و جب الجندلي و الورش والرستن والضبع و اابل و كيفين و اقضت على اعداد منهم و دمرت الياتهم ضبطت الجهات المختصة سيارة على طريق حما حمص تحمل عبوات ناسفة لصقة و 174 اصبع ديناميت سبعة احزمة ناسفة و 14 كيسا من الكرات المعدنية و اسلاك فتيل صاعق و القتل قبضة على سائقها